اشتركوا في القناة انو انت وفريدة رح تحترموا قراري وتلتزموا فيه ويا ريت ما تنساه انو نحنا هلق بوضع كتير حساس وهيك قصص ممكن تعمل مشاكل نحنا بغنى عننا باسي مخانو هاي اللي اسمها بورسة انا ما حبيتها ابدا يا سيف الدين ومنرجى حالبيت يا عصفورة هون جزورك ابوك وامك نايمين بسلام هون بهالمكان هاد انا اجيت اشتقتولي انا اشتقتلكون كتير يا ترى لو كان بعضكون عايشين كنتوا رح تحبوني كنتي رح تحبيني يا ماما ملامح وشك اختفت من زاكرتي وصارت مثل الخيال بالوقت اللي كنت بامسل حاجة انك تكوني معي والداوي جروحي تركتيني دموعي كانت اتغطي فرشتي وما اجيتي لحتى تنشفيه كنت لحالي ما كنتي هونيك ناديتلك كتير بس ما سمعتيني كنت بحاجة للمسة حنان منك تحسسني بالامان وبليالي الشتة الكئيبة والحزينة كنت بحاجة لحضنك يضمني ويدفيني ويعطيني امل بجية الربيع انا بنت بسيطة كتير وبيقولوا عني اني شائية بحب اللعبة كتير وبنفس الوقت بحس بالخوف كتير لما كون لحالي وبحس انه العيلة يلي ما فيها قب متل بيوت يلي بلا سقف ما في حدا يحميه ويرد عنه العواصف بيوت ضعيفة ما في حدا بيمنحها القوة والامان بزمانك بابا كنت تحكيلي حكايات شتئت لصوتان اشتركوا في القناة انتو شو عم تعملوا هون اخي دعي بابا رح يطيب مو هيك ان شاء الله حبيبتي اكيد رح يطيب ان شاء الله يقوم بالسلامة يا رب تسلمي يا خانو طيب انتو شو عرفكن ماما عرفت شي ايه يا جو القصة صارت بالصدفة منور كانت تعبعنا شوي ولما اجت على المستشفى عرفت بالموضوع ايه اي والله هذا اللي صار وانا ما خطر لانو تكونوا مخبين على امك ايه فعلا اكيد عرفت بالصدفة انا رح فوت شوف ماما تعيني اجيبك وبل كين عادت بالمرض ما رح يصير شي تعالي مو حابة ان يفوت طيب اهلا وسهلا ماما وبكل وقاحة عم بيقول اهلا وسهلا كيفك انت ان شاء الله منيح طالما الفرصة سانحفرك وهروب اتركني انا بدبر حالي بدل ما تستهزق بحالتي لازم تبهدله وتكسرله راسه على الشي اللي ساوا فيني بالعكس انت لازم تنبسطي بابا صار منيح لدرجة انه عم يمزح مو هيك ريس مو شايفني مبسوطة امي اصحك تقرب مني ععد وراجع غلطك وبشو غلطت انا يا سلطانة يعني انا بكون غلطت اذا خبيت عنك وضع بابا منشان ما تمرضي وتزعلي لك انا ساويت هيك من خوفي عليك وهي عرفتي ليش لساعتك عم تخانقي ومزعوجة قليلي شوية اللي تغير هلأ غير انك قاعدة هون وعم تبكي وترشفي انا مو بس عم ببكي وبرجف انا قلبي عم بينزف ضليت كم يوم عم باكل حالي من الخوف عليه وعم بقول الله اعلم وين وشو بيكون صاير فيه لك انت كيف بتخبي عني باي حق لك انت كيف بتتحمل هيك وجع وعذاب انا اللي طلبت منه هالشي يا باسي ما خانه ساديني هو ما له زنب ابنه بدك يعني ما اضغط عليه يا سيف الدين صحيح انت زوجي والحكيم العظيم بيكون ابني بس ما بتعرفه قديش حسيت بتضعف والعجز وقديش تعذبت واحترق قلبي وقديش خفت وقديش اضايقت المشكلة مو انكن خبيتوا عني هيك شي المشكلة انكن تحملتوا هالوجع والعذاب وما كنت معكن انا مهم بقدر اتخيل القلم والعذاب اللي عشتوا ما كان لازم تعملوا هيك ليش ما سمحتولي شارككم هالوجع امي انا والله سويت هيك بس منشان احميك يعني شو كنتي رح تعملي اذا انا طبيب وعندي كلها الخبرة وما قدرت اعمله اي شي انا يمكن ما يكون عندي خبرة مثلك ويمكن ما اقدر عالجه بس كنت رح ادهيله وخليه يتأمن انا عمري 44 سنة يا ابني وبعرف منيح انه اول خطوة للشفاء هو الامل اشتركوا في القناة 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 هذا هو السم في جواته كمية من الزرنيخ عوارضه الجانبية هي ألم بالصدر ودوخها وعدم وضوح بالرؤية وارتفاع حرارة صحتين وهنا وهذا الترياق اللي رح نستخدمه لنتخلص من السم وشوي شوي رح ترجع تتحسن والطيب يعني حتى تخلي العصفورة تصدق انها مريضة رح تسممها بالأول وبعدين رح تعالجها وهيك بتخليها تتعلق فيه لك انت لمين طالع شا عمت عملي انا عم حضر لامتحان الأدم اهه وليش بكرة ايو ايزا كان بكرة موزو انت عن جد انسانة صعبة انا ما بفهمك احيانا لكن ممكن تتركيني بحالي انا لازم ادرس موزو انت بتعرفي واحد اسمه كريستوف كولومبوس اي بعرفه الرحالة وبتعرفي شو اكتشف اي اكتشف امريكا لأ حبيب تكتشف الراشا يتعب موزو خلص بقى لا تعزبينا هدول الكتب اسمعك كتير اذا بدنا نرشد كل فقرة ما منخلص للصبح فشو رأيك تعيرينا ملخصة لأ أبدا انا بدرس وبتعب وبتشو حضراتكم تاخدوا تعبي بها البساطة طيب وشو رأيك؟ اذا بعطيكي هالشكلة؟ اليوم عالعشا رح يكون في رزب حليل ورح أعطيكي صحني وعد؟ وعد وعد وانتي؟ انا يا بنات اجتماع فورا اجتماع يلا تعالوا اجتماع بسرعة الكل يجي لهون طالباتي العزيزات متل ما بتعرفوا فيه وباء منتشر بالبلد مشان هيك اجي التعليمات بإجراء الفحوصات بالمدارس والأماكن المعرضة لنقل الوباء وانتشار المرض هو صحيح انا ما بتوقع يكون في هيك شي بمدرستي بس الاحتيات واجب ولهالسبب رح تنفحصوا كلكم يلا يلا تعالوا كلكم اجتمعوا الكل بده ينفحص يا روحي انا كتير خجلانة منك سدقني انا ما كان اصدي ابدا اني حطك بهيك موقف بعرف انه مو بي اصدك حبيب قلبي هالموضوع تعبك كتير مو هيك؟ الموضوع مو تعب خوف خوف ان اللي راح يصير لا تخاف يا روحي ابوك راح يطيب كم يوم صر له هون؟ الو خمسة ايام تعرفينه لقوا بالطريق بمكان مهجور وبعيد جماعة الكرنفال لهو كيف بيصير هيك؟ ابي كيف بيصير في هيك؟ ولو وقتها ما مرأ حدا منهنيك شو كان رح يصير فيه؟ مجرد تخيل الموضوع بخوف وحياتي لبقى تفكر هيك؟ ليك؟ انت خلص لقيت ابوك وعم بتعالجه طار عقلي طار عقلي من رأسي اول ما شفته يا انا ريمان اول مرة بحسب العجز عاز انسان على قلبي بهالموقف وانا مو قدران اعمل له اي شيء ويجت امي وزادتها علي وفو هيك حملتني انا المسئولية امك مسعوجة عليكم وانا كمان هيك تمام استاذ؟ اي والله يسلموا ايديك صحة وهنا شو قلت لي اسمها؟ اسحاق اخي بتعرف انك ذكرتني بحالي ليش يا بيك؟ لاني انا كنت مثلك احكي وانا عم اكل انشان هيك انت حبيتني خليه تبرده بعدين كور بس يعرف بابا انك تركتني ما رح يعصي يعني لازم موتك حتى ما يعصب مني لبيب انت ما بتخاف منه؟ انت ما في عندك عروس؟ عروس شولا؟ يعني هيك متل اللي عم تطلع عليهم؟ مو احد الظاهر انت عقلك ما بيشتغل غير بايك قصاص؟ كيف لك انا اختصاصي على الشغلة؟ والله انك مانا كليل بنوب يا بيك اذا فيش ابنت بتحبها دني عليها ولا تاكلهم ايه جمالك اكيد رح يسحرها ويجيبها ايه جمالك اكيد رح يسحرها عصفورتي بتحب بتحب الاقحوان من بين الورود ومن الالوان الابياض ومن المواسم الربيع وبدن كمان انو بتحب الولاد كتير حلو كتير ايه بتحبون يعني شوفت عينك الموس مبلوعة لحدين انا حظي نحس دائما لا تسعب اكيد رح تحبك كمان بس ولعاك يا ملعون شو يا عصفورة خايفة لا ابدا اتفضلي افتحي تمك افتحي كمان افتحي اه في شي عم يوجعك لا في شي حبوب بجسمك عم يجمع فيها سائل او لونه احمر لا بس انا بصراحة عندي مرض تاني يا دكتور في حدا قللي انه انا معي سلم عن جد لكن رح افحصك ماشي خدي نفس زفير نفس وقفي 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 هلأ اعملي زفير وقت بتيجيكي السعلي بتشوفي بلغم لونه غامة؟ ما بشوف شي والله بصراحة شايف انو وضعك ممتاز يعني انا سليمة؟ هلا انا ماني مختص بس انا شايف انو رئتينك بيشبهوا رئتين الخاروف واحسن بس هاد ما بيمنع انك تعمل فحوصة لحتى نحصل على نتيجة نهائية وحاسمة شكرا كتير شرب 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 ماي خود خود شرب 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 بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بمر شرب بمر شرب بمر شرب بمر شرب همود من شو ایع لك شو انته مش دقتل اخي بابا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لازم اعطي ايهم كامل بيك عم يستناني بخيلك يا الله انتي خليكي برا موسيقى 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 ماري فينا نروح عند ابوكي بعد ثلاثل اسبوع اي منروح لعنة لك مو هيك قصدي قصدي نروح على المستشفى لازم يفحصني ليش شبكي في شوية امور لازم اتأكد منها فريدة موم لحظة انك سايرة كتير غامضة انا هلأ بدي افهم شو الموضوع لك شبكي لا في موضوع ولا في شي انتي قليني منروح ولا لا خلص منروح ليش لا ايه وشو رح تعطيني بيحقلك تنقي شغلة واحدة وبس واحدة بس هدول استني مزفر يا هدول ما بيتأكلوا ابدا شكلهم منزوعين من وين لوين منزوعين شو هالحاجي هاد لأهم عم تأكل منها كما فريدة هاتي لك هدول شلون وصلون خبار مرحبا ان شاء الله معافا كامل جوه ومتعلح صوته وقافل الباب عليه كامل افتح الباب كامل هاد انا افتح الباب هلا ما بقدر سليم ليك انا بعرف شو عم تعمل جوا افتح الباب يلا بعد شوي طيب خليني فوت وساعدك افتح لي الباب يلا انا منيح 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 كتير ليه كامل انا بلشت عصب عمل لك افتح الباب احسن ما اكسره وفوت افتحه سليم بيك سليم بيك وصفي بيك انت لقاعد بالمستشفى قدام بتعرف هالشي لك ليش عم ترفع صوتك طيب ارجعوا شوي لورا انا لازم اخلع الباب كامل كامل شو عم تعمل شو هاد شو عم تعمل كامل شو عم تعمل كامل شو عم تعمل على ما هلكم وطوا صوتكم بلا ما تصرخوا شو شو خلاص عفوان يا خانو ليش المريض فائد الوعي هو دحت تأسير المورفين طيب لو سمحتوا طلعوا لبرها اصلا الغرفة صغيرة ما بتتحملنا كلاياتنا المريض بده هواء لو سمحتوا طلعوا لبرها اذا بتريده يعني انتوا عطيتوا المورفين من شدة الالام فيك تقول هادشي طيب ممكن افحصه لو سمحت ونجودك هون ما له اي لزوم ما بدنا نعزبك معنا في عندي احساس انه فيشي ممنوعة من عمل هون الاحساس اللي جواتك عم بيشوشك يا وصفي يالله معافة ان شاء الله كل شي تمام ما تكتو همنتو كل شي تمام خلاص خليكم برا وصفي بده يجيبنا وجه عراس ابني بابا كيف صرت متل الحصان امي ماتت من الخوف راح اروح اخبرها ديجي تشوفك استنى شوي عود بعرف انك عم تعمل المستحيل لا تخليني عايش الله يرضى عليك ويوفق انا كتير فخور فيك بس يا ابني انا حاسس انك عم تشيل من روحك وتحط فيني روح كل ما وضعت حسن انت عم يخطف لونك ليش مجرد ارهاق مجرد ارهاق بابا لو كانت يا عم تقوله ممكن يصير كنت بقدم روحي فداك بس هالشي صعب امي بابا صحي الله يرضى عليك ووفقك يا روحي الله ينور لك دربك تعالي تعالي هاتي اختي كامل انت منيح؟ ايه منيح منيح لا تحكلي امي يسلموا افتكار شكرا هذا دوا؟ لا ما يسكر بتحب قسلك النبض؟ كيف صحتك؟ في دوخة شي يا بيك؟ الدوخة اللي حاسس فيها هي من خوفي وقلقي على بابا يا افتكار يسلموا ايدكي اذا بدك شي طلبني يا بيك ماشي اذا حتشتك ببعد لك خبار داعي لهم لشوف انت ليش عم تضمني؟ وشو المشكلة يا روحي ما بتحبي تكوني حدي مو هيك بس لما حدا بيعامل لي بها الحنية بحس اني رح افرطه من البكة صفحة 33 خالصة ايك تيرو موسيكي موسيكي طيب ليش سليلة حتى يكذب عليكي ويقول انك مريضة هاي مسحة قيلة وغبية يمكن بيكون هيك بيمزح مع مرضاه بس هالمسحة مو مهضومة اي كتير بشعة بلى هلأ افهمت لشقلك كم يوم عم تقولي رح موت يا بنات انا زعلته لك عمل وزلمته كتير لانه ما كان عم يهتم بمرضي اي كتير منيحة امسيكي مسيكي هاتي هاد القسم حفصته هاتي شو هشتع رموزه خدي الدكتور اليوم قالك انه معنك مريضة مو هيك؟ يعني قال انه لازم اعمل فحوصات دقيقة اكتر حتى اتأكد كمان قال اني متل الخاروف اذا شبهك بالخاروف يعني انتي منيحة ما هيك؟ اي اكيد منيحة وانشان هيك بدي روح افحص حالي عند عمه نزار بس لاكي اذا طلع الموضوع كذبة بتروحي بتضربيه لهداك الغبي ان شاء الله الموضوع يطلع كذبة والله وقته اللي خليه يندم بكرة بتشوفه اخي ايونو شو علاقتك بناريمان؟ ناريمان وانا بنحب بعض يا نجيبة طيب والعصفورة؟ علاقتي فيها موجدية يا اختي عم تقولها بكلها السهولة بدون ما يقنبك ضميرك؟ لهالدرجة سهل عندك تلعب بمشاعر الناس؟ نجيبة انا ما عم بالعب بمشاعر الناس؟ فيه امور انتي ما بتعرفين؟ فريدة خبرتني عن هالموضوع والامور كله واضحة نجيبة يا الله طيب هذا معدل يا ريت ما تدخلي بامور ما بتقنيكي شو جاب فريدة الحلوة لهديك الارمالي؟ زمي حدودك ما بسمحلك تقليلي ادب نجيبة موزو ياللي معي خلصوا؟ لا ما بدي ما عاد رح اعطيكم بس ما هيك كان اتفاقنا مو؟ لك الرجعيلي شكل تشعري خدي انا سحبت من الاتفاق انا اللي رح اعمله بايديي تمام انت جهزين للغراض وانا بطبخها تمام نادي لنجيبة وخليها تجي نجيبة ما له شو؟ طلعت من الصباح يعني انا لما انتي ما قلتي لا تجي تقعد عالصفرة فكرت كي بتعرفي انا قلت لحالي بتكون تعبت بالمشفى واجت لهون لحتى ترتاح لوين رح تهالبيت بدون ما تخبر حدا؟ يا الله انا نعاصني انا رح جيب الكشك اهلا وسهلا ان شاء الله الخانوم ما عنده حدا يعني مين بده يكون عنده من الصباح؟ هي جوا تفضلي صباح الخير؟ وشي عليك ريم ما بقدر بوسك؟ وفريهن لشي حدا بيستاهلون قليلت الأدب يعني انتي ياللي مقدبة؟ بالأول قولي لحالك قبل ما تحبي واحد قد ولادك اذا جاي لحتى تطاولي علي طلعي من باتي لكان شو اللي جايبني؟ مش هنقلك مبروك؟ ولقلك برافو عليك كتير لابقين لبعض لك ما قلت عملي هيك وانتي احذر فيها على قلب امي؟ شو ناط رأت شكرك على تصرفك يعني؟ ما عم بعمل اي شي منافي للأخلاق والله جال؟ بالنسبة لك انه تسرقي شاب من حبيبته وما نو شي منافي للأخلاق أبدا مو هيك؟ لك هذا عيب فريدة رح تتزوجه لكامل لا تكوني مفكرة انه بحركات القرملة تبعك رح تقدري تفرقيهن عن بعض كامل ما رح يتزوجه أحسن لك انك تبعدي عن أخي انتي ما لك علاقة فينا من انت بتحشري أنفك بمشاعر أخوك وعلاقاته؟ طلعي من باتي فوراً انتي لا تعمل اللي عم قللك ياه وبتشوفي شو رح ساوي فيكي وقتا أنا أخي رجال وما بيصير علاشي بس انتي ما رح يكون فيكي تطلعي بوش الناس رح طلع عليكي سمعة ويترضوكي من اسطنبول وقد أعذر ما نأنذر معقولة تروحي قبل ما نشربك شاي أو قهوة؟ ترجمة نانسي قنقر حقاً خلصتي مظفر؟ أغسر عيا بنتي؟ طبعاً مستر إيه بس لسه في وقت راجعيها إيه راجعتا؟ بون فيكي تروحي مرسي شكرا فريدة مع رشدة مالسور كفى عورتك؟ علي ما كنت بعرف إنك كل هل قد بتحبي يا لفريدة؟ بتظل قرائبتي بالآخر وأنا عدوتك يا نجيبة؟ لشو شفته مني؟ هو بصراحة أنا ما شفت منك شي آه؟ كل زنبي إني مرى بحالي وبحبه لأخوكي من كل قلبي؟ بعدين فريدة بتعرف وهي ما عنده أي اعتراض متقبلة الموضوع؟ طبعا إيه؟ ما عنده مشكلة بنوب أنت عم بتعاديني عالفاضي مع إنه أنا بحبك يا نجيبة أنا كمان بحبك ناريمان بس لازم تتركيه لأخي لأنه هو وفريدة المفروض يتزوجوا بأسرع وقت ليش بقى؟ مو حبة أحكي مو حبة أخرى؟ مو حبة أخرى؟ أحكي الموضوع بخصوص واحد بحبه وقت يعرف أنه فريدة جوازت أخي ما عاد يفكر فيها ابنه وقته يعني ممكن أنه يجي ويحبك؟ ما بعرف يمكن يحبني بس حالياً أنا ما عندي أمل ابنه ما بتوقع أنه رح يحبني بكفي دوق طعم اليأس اللي أنا حاس فيه آه بس يا روح قلبي إذا سببتي الألم للي بتحبي شو بتستفيدي؟ وقته منكون تعادلنا وليش تقبلي بالتعادل وما تخلي يصير يحبك؟ هو مشايلني من أرضي يا ناريمان كيف بده يحبني يعني؟ هل بنت شكل على نياته؟ نحن رح نساعدك هيك شغلتها لم نور خطابة إي ما في شي صعب بس أنا ما معي مصاري أعطيكم المصاري مو ضرورية يا نجيبة أنا كمان بساعدك بالمجوهرات واللبس وهالشي رح يزبط يعني؟ والله يا حبيبة قلبي لما المرة بيكون بده شي ما حدا بيقدر يوقف والشأن اشتركوا في القناة